ترجمة نانسي قنقر مين منا متعبان؟ والله لحظه لعب مرتاح لعب نومي لعب أكلي ولعب شربي أمتى بدأ يخلص هالكابوس؟ أنا كمان مربط ومو قدر أسعب بشي لعب زدير بتقدر إذا كان رجعت لحياتك الطبيعية العادية بتقدر إذا كان رجعت فتحت الدكارة وشفت العالم ورحدت وأجيت وأخدت وعطيت معه لبين ما رب العالمين يفرش علينا أنا صرت أكره شوفت الناس أنا همرو على المضافي لحتى روي على الحال شهر أبا شغل أنا ما حاد أقدر أشتغل معنى شي جرب كرماني والله موهاين علي يشوفك هيك بهي الحالة إن شاء الله هروح ينامي بريها يا حالك مرتاح ونام النوم ما بييجي غير للبعل مرتاح ونحن النوم هربنا من بيتنا من الزمن لا بيهدى لا بيهدى لا بيهدى المترجم للقناة 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 جرجروا على الحارة كلّا على الكراكون مصبوط هنّي مانوا قدرانين يمسكوا طرف الخيط لهيك عم يتعاملوا بهماجين مع الناس أرضك يا ابن انشاء لك ما تركوا حدا بالحرم أضبوه شرفوا يا أبي سعدوه صحا إيه سعدوه؟ ما قلت لي؟ ضبوك ولا لسه؟ والله أنا لسه ماجه دوري ماجه دورك إلا تستعجر حالك سيدي شايك الدور سيدي وينها؟ بس أخد بتار أبي ساعتها بفوت على الكراكون وأنا رافع راسي لساتك عم تحز على فسر ما بأس عدوه ايه لساتني أنا وقفتك جنبا مني ما بنساها بنوه ومعروفك إش كان بدك تكمله معي تطلق على العين وعالراس لأنه أنا ما رح أترك حدا من شري ايهوه ليش انت لساتك ناوي عليه هون لك سعدوه؟ شلول لك ها وحيات عيونك ناوي لهم واللي بدو يحط إيده بإيدي بيكون رجال ما بظهر رجال لك الجماعة دايسين بساطنا وطعنين بظهرنا أصدق العقيدة أبو النار؟ كل واحد بيقول أنا من حارة أبو النار وكل واحد بيقول أنا من حارة الضبع يا بروحي يا بروحو اسمه كاسر إيدي ورجلي وغير معلمي أبقاسي الرجال كان منيح وكريم مع مني وما غلط بحق يمنوه مظبوط عم تحكيه أبو قاسم إذا بتخطه عالجرح بطيب وداير باله عليك هلا ترك لي أبو قاسم عجناب أنت ناوي تعمل علقة ثانية معه؟ لا يا شكري فكرك خلصيت؟ لك وحيات خالك رح عمل معهم علقة ثانية وثالثة وراح علم عليهم لك هدول الجماعة غدروا بأبي وعطين بيحضرنا رح والله معك حالي أساعدني بس هدول أبو عزام مستضيفهم بالحارة يعني ما رح يطلحهم مو مش كل عمي أنا إلا ما لقيل الشيكايمي بحركشن هون بعمل لهم شي قصة بس وينك؟ أبو عزام بيعرفون عن حيقتهم وهو ساكت عنه بخيلك بخيلك على أساس له أهل حارة الضبع قاتلين له ابنه لأبو عزام كان تركهن بحالهن كانت مكارم الضيافة والأخلاق انكبت بسبالي وانت شو عرفت بأن أمو هني أتينه لابنه لأبو عزام عم أقول مثلاً يعني مثلاً ايوا مسلاً لا يا سيدي هن اللي قاتلينه وبكرة بتشوف صدق كلامي بجوز ووارد كمان وينك سعدو أناك الحرف بي نحاك عن أبو عزام صنفي بالعشرة لك الله لا يوفقك الله لا يوفقك يا أفكا الله يخرب بيتك طليت الزنب إدني والزنب فقراتي وتفاول علينا لا جابونا لهون بسطت ألا؟ لا ما انبسطت بس واضحة متى العين الشمس ما رح يتركونا شو على رأسنا ريشة بيضة يعني لك دخيل اسمك يا الله دخيل اسمك أنا ليش طلعت من البيت ليلتها لك ليش طلعت؟ يا ريتني أنا كمام ما طلعت خلص أنا نلعب نعم وندفس نعم يلا ما ضال بيدي نعم لك نعم نمكر بحلة نعم يلا عمي أب معروف لك خلص تكر بها النبي لا شكرها يا رجل ومعرفت شو عامل أبو معروف أخي؟ تاهمينه إنه هو اللي قتل عزام أختي يا رب يكون هو ويروح فيا يا رب ما بيجوز ما بيجوز أمي تقولي هيك ما بيجوز شو يا أمو؟ ليكون شفق قلبك عليه؟ لا يا أمو ما شفق قلبي عليه بس هو بريق شنون بريق أختي؟ لعنه وقت اللي نقتل عزام كان أبو معروف بالبيت إيه وبركي هو متفق معي اللي قتله يا أمو؟ يا أمو ما بيساوية ما بيساوية يا أبو معروف؟ على كلين أنا حبيت خبريك مشان قلبك ما يغلع عليه أختي إيه تمن أخي تمن ما رح يغلع قلبي عليه إيه تصبحوا على خير مع السلامة خالي مع السلامة خالي يا أمو معقول يكون هو معاملة ومتفق مع القتل؟ ليش مو معقول يا أمو؟ ما بعرف ما بعرف هلأ خلينا نستنى التحقيق ونشوف شو رح يصير فيه أنا طالع نام يا أمو أمو محب يا أمو يا أمو طالع البالي يا أبني طالعوا الله أحمدوه الله أضير أبوس إيضا خطال علي أنا كمان والله ما دخلني رجع محلّك رح نطالعكم بس مو هلأ أمتى أمتى يسر على حريماتك حتى تجيب شهود أنت وأب معروف حيطان القوضة بتشهد أني كنت نايم رح السالون هلأ هرجع أقعد محلّك لشوف نمشي قدامي حاضر جاءنا شوى يا الله تعالوا لي يا أبي يا أبي رفعوك فلق يا أبي أي يا أبي رفعوني فلق وهاضو الواطي سمسون ضل يضربني على رجليه لحتى تنفخوا لحد هلأ عم يجعوني الله غايفون الله غايفون غايفون يا أبدا هدا فوق ما عم يخدموني على أبدا بسيطة بسيطة يا أبي مش عالب ملحق ملحق لحالة دلفيش اللي بمشي من تحت أمره أي أبي أي 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 بعدين يا أبي عم يشحطوا كل الرجال الحارة رجال وشباب ومو عم يكتفوا اصطف له يا أبي اصطف له المهم أنك اطلعت يا حبيبي حبيبي يا حمدو أي يشكلت تعبان روح رضع بالبيت يا بركو حروح لا يا أبي لا ما أنا تعبان بعدين أنا مليت من قاعدة السجن شوى شوى يا أبي يا أبي يا أبي صرت وصدق رجو حبوز يا أبي أنا صرت زلمة بعدين أنا حمدو من أبو نكاشي مشايد من صلح بالسكليتات بالشام كل